طبعا زي ما اتفقنا هننزل تحت خلص نبص على الامبوت والاوتبوت هلاقي هنا سطر في كلام وبعدين في رقم 3 هلاقي في الاوتبوت في 3 سطور كلهم زي بعض معادة الاختلاف في الرقم السطر الاول في رقم 1 السطر الثاني رقم 2 السطر الثالث رقم 3 ده معناه بالنسبالي كده كمبرمج ده فورلوب طيب احنا الفكرة دي عملناها اكتر من مرة ليه كل شوية تيجي في نفس المسائل او تيجي ورا بعض طيب احنا خلاص عملنا الفكرة وفهمناها الفكرة هنا هي متكررة عشان كل مرة عايزين نحلها بطريقة احنا مرة عملناها بفور ومرة عملناها بوايل الدرس ده في دو وايل فالفور والوايل والدو وايل كلهم لوبس انا عايز اتضرب عليهم فالمراضي المفروض ان احنا نحل نفس السؤال ده لكن بالدو وايل طب هو ايه الفرق بين الوايل والدو وايل الفرق بس ان الدو وايل بيحقق الاسف في الدو وايل بيعمل الكود قبل ما يعمل التشيت ده بس الفرق لكن كلهم بيعملوا لوب زي بعض سواء الفور او الوائل او دو وائل طيب هنعمل ايه هو هنا عمل اكتيفيتز يبقى ده معناه ان دول عبارة عن انشطة او الرقم رقم تلاتة اللي دخل هنا في الاول ده انشطة فهيكتب هنا الاكتيفيتز وده سايبه فاضي عشان هيخدم اليوزر وعمل هلا current activity ايه الاكتيفيتز اللي انا شغال عليه دلوقتي وبدأ بواحد عشان احنا بنعد من واحد احنا هنا قلنا اكتيفتي وان احنا بنعد من واحد خد بالك وعطة لغبط ان الكمبيوتر بيعد من زيرو احنا كبنى قدنين بنعد من واحد فخد بالك من الفرق ده طيب اول حاجة حيطلب من اليوزر يدخل الرقم وعمل اسكان للرقم سجله في الاكتيفيتز وبعدين بدأ بقى الدو وائل اول حاجة عملها ان هو طبع السطر بتاعنا وعمل فيه percentage current activity اللي هو بكم اللي هو بواحد يبقى طبع اول سطر اللي هو فوق ده وحط فيه الواحد فاضل ايه فاضل السطرين التانين فحيعمل ايه بعد ما طبعه عمل current activity بلاس بلاس يبقى دلوقتي current activity ده variable جواه رقم اتنين وهيعمل تشيك هل اللي اتنين اصغر من او تساوي الاكتيفيتز الاكتيفيتز فيه تلاتة اللي عملنا لها سكان من اليوزر يبقى اللي اتنين اصغر من او تساوي تلاتة ايوة هي اصغر من فده مظبوط فحيلف في تاني لفة يطبع نفس السطر لكن current activity هيبقى اتنين فكده طبع السطر التاني اللي هو هنا وحط فيه رقم اتنين كده كلام ده مظبوط لحد دلوقتي بعد ما طبع عمل current activity بلاس 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 بقى التلاتة يبقى دلوقتي هل التلاتة اصغر من او تساوي تلاتة هي اصغر من لا لكن هي تساوي تلاتة فالشرط يعتبر صح فحيدخل في ال do while يطبع تالت سطر والبرسنتج دي دي هتطبع على الشاشة تلاتة يبقى احنا كده خلصنا تالت سطر لكن هل فعلا ال do while وقفت لا هي لسه ما وقفتش ليه هتعمل current activity بلاس بلاس هيبقى اربعة current activity فيه اربعة وينزل يعمل تشيك هل الاربعة اصغر من او تساوي التلاتة لا هي مش اصغر من ولا حتى تساوي هي اكبر من تلاتة وبالتالي الشرط ده مش هيتحقق فحيطلع بره يعمل return zero والبروجرام هيقف يبقى فعلا هو هيعمل التلات سطور دول وبعد كده يقف يبقى البروجرام ده مضبوط